نشوف هذا السؤال نفسه له خلي نفسه له والله هي راد عليك ولي إذا كان الإقتران هذا ما كانش هو يعني كاول ما كانش المهم إذا كان F في الـ X يساوي X لا تساوي سارب 3 على أي واحد يقول لي يعني هاي شبك في دين شوف هذا الإقتران شو نوعه كسر والإقتران الكسر محني من صف المقام يعني إذا مش هل يكون هو معرف لأنه يكون مقامه قديش من الصفر فهو أكيد لازم يعطيني هاي المعلومة مش هل يكون معرفه على مجاله طب شو بتفيدني؟ ولا إيشي بالحال ولا إيشي وكانت F فتحة الواحد تساوي إثنين أوجد قيمة أو قيمة ثابتين آه أستاذ نفس السؤال شو المعلوم اللي عندك تقول لي F فتحة معنا تروح طلع لي F فتحة الـ X F فتحة الـ X تساوي ثابت على اقتران سالب الثابت فمشتقة الاقتران صفر والـ AX مشتقتها A على الاقتران تربيع ثلاثة زائد AX الكل تربيع خرص خرصتها المشتقة شو عنا F فتحة الواحد يعني يا كبير عاوض الواحد F فتحة الواحد يساوي سالب A ثلاثة A في واحد A تربيع يساوي كدهش جوابتك لنا؟ اثنين يعني عندي زي معادلة حل لها المعادلة وطلع لي قيمة الثابت ايه؟ هاي المعادلة الكسرية وبالتأسيس أخبنا انه حل المعادلة الكسرية كيف منحلها؟ قلنا على واحد ومنضرب ضرب تخابطي اللي ضرب التبادل ضرب تخابطي ومنضرب هاي في اثنين فنصير اثنين في ثلاث زائد A تربيع يساوي سالب A في واحد اللي هي سالب A عشي لا بتقول لي فيه هون تربيع فأكيد أنا مضطر اني أفك مين؟ مضطر اني أفك التربيع يلا فك التربيع اثنين شو قال فك التربيع بتقول تقول الأول تربيع الثلاثة تربيحة تسعة زائد اثنين بالأول بالثاني اثنين في ثلاثة ستة ستة في ايه؟ ستة ايه زائد الثاني تربيع يعني ايه تربيع يساوي سالب ايه ثم ماذا بعد ذلك؟ بتقول لي دخل الاثنين والله احين كو جدعان ثمنطعش من الوجهة الثمنطعش شو ما يكون؟ شو اللي بسه من الوجهة الثمنطعش قال من الوجهة الثمنطعش وقال لك إجادة ثمنطعش منع اتنين ضرب تسعة اتنين ضرب تسعة ثمنطعش آه عادي يعني اتنين في تسعة ثمنطعش حاني تسعة وتسعة ثمنطعش بصيحو زائد اتنين في ستة اتناعش برضو تقوليش منعج Blocksdle Т на vessاتنين ايه تاربيع زائد ايه يساوي صفر من لنا جات زائد ايه انا قلت هيجوه هي السuishه لتصوصه بصير موجب وقدر بصير الطرف الثاني عنا صفر بصير الطرف الثاني عنا كم اللي هو صفر والآن طلوا ها شو قال وكما قال الشاعر ولا كذا مركز ها وكما قال الشاعر نجمع الحدود المتشابهة شو قال الشاعر جمع حدود متشابهة هالإيه تربيع فيه غيرها لا والله خليها لحالها الآيه في زي آه في زيه هون 12 زايد 1 13 إيه الثمنطعش لحالها خليها زايد الثمنطعش يساوي الصفر تمام آه هاي عبارة اربعية لمنحللهم ها فوقسين هاي أبو قوزين آه بنحط أول شو راكم نقسم على 2 2 تقسم 13 تقسم لا تقسم مش معناته منيجي منيعمل قوزين بالشكل هاض ومنقول قوز فيه 2A وقوز شو فيه 2A و-A عندنا بصير الآن لما بدأجي حلل هاي العبارة بدأقول بدي عددين ضربهم 18 ما بكمل بقول جميعهم 13 لأنه في معامل لأيه تربيع المراتكة لما يكون معامل لأيه تربية مش موجود زي هيك بقول عددين ضربهم 18 جميعهم 13 مثلا بس هون دقول عددين ضربهم 18 طب شو هم العددين ضربهم 18 فيعنا 6-3 فيعنا 9-2 العملية تجربية شوي أو بنستخدم القانون العام الآن لو جيت اجرب مثلا حطيت هون اثنين وهون تسعة بدأ حاول نعطيكو الاشي للغلط مثلا إنه شوف الصح ولا الغلط كيف مش هنتأكد إنه حلي صح بضرب البعدين وبضرب القاربين بضرب البعدين وشو بأعمل بضرب القاربين شو رأيكم أرجع بس شوي هون واحط الغلط معلش هون اثنين وهون تسعة احط الغلط مش هن أرجيكو كيف الغلط اثنين ضرب تسعة بتقولي 18 واثنين ضرب واحد وهو معامل اي واحد اثنين الآن مجموحهم 18 زادي اثنين قديش بقولي 20 20 هو نفس الرقم اللي في الوسط بقولك لا بقولك إذا ترتيبهم غلط ارجع عيد الترتيب حطنا اثنين هون والتسعة هون يعني بدأ نعمل الترتيب الثاني لأنه هاد ما زبط معاي فبعمل الترتيب الثاني نجرب اثنين في اثنين بتقولي أربعة وتسعة بواحد بتقولي تسعة طب مجموحهم 9 زادي اربعة 13 العدد في الوسط 13 إذن أمورنا بالساف صايد سليمة موجب موجب لأنه الإشارات عندي موجب موجب كانت إما اثنين اي تساوي سالب تسعة لأنه هنحن نقول عكس الإشارة على اثنين على اثنين فاي تساوي سالب تسعة على اثنين أو اي تساوي عكس الإشارة قديش عنا سالب اثنين ومنه قيمة اي كمجموعاء عندنا رقمين سالب اثنين وسالب تسعة على اثنين إذن في قيمتين لأي في عنا كان قيمتين لأي نفس النظام إيجاد مشتقة تعويض قيمة اكس الجواب معاي معادلة وبقوم بحل المعادلة نقوم بحل المعادلة طيب هذا سؤال شوفوا هذا السؤال أي وعنجاوي هذا السؤال حلو جد إنه السؤال حلو بس كم حل السؤال هذا السؤال والبعدين في ملاحظة قام نمسك القلم ونكتب ملاحظاتنا ما شيئا أكبر وهذا السؤال أو هذا السؤال من اثنين أدول متوقع واحد منهم شو يعني متوقع متوقع هذا متوقع وهذا متوقع مش اثنين اثنين واحد منهم ممكن يجي أو ممكن يجي الاثنين بتعرفش متوقع يعني ممكن يجي بامتحان الوزارة تبعكم نركز شوي ونشوف صار معطين اقترانيين قابلين للاشتفاق وكانت هذا وكان أوجد فتح الواحد طيب شو المراحظة بالبكية طبعا المراحظة اللي أنا بنجلها هي بتسهيل الحل مش أكتر لكن هل هي إجبارية لا مش إجبارية لا والله ما هي إجبارية حد الله إذا هي إجبارية حر حرة إذا بدكوا تستخدموها أو لا لكن أنا بعطيكم مراحظة حتى تسهل عليكم الحل دائما مراحظة شو بتقول واكتبوا عنكم امسكوا قلموا وورقة واكتبوا عنكم أو على الدوسية طبعا جنب السؤال بكون أفضل نكتب عنا يلا بسم الله إذا كان المطلوب إذا كان إيش المطلوب إثبات أو إيجاد صيغة المشتقة لإقتران إذا كان المطلوب إثبات أو إيجاد صيغة المشتقة لإقتران من الأفضل من الأفضل أن يكون هذا الإقتران موضع قانون من الأفضل أن يكون هذا الإقتران موضع قانون طب شو يعني موضع قانون؟ موضع قانون يعني أنه يكون هو يساوي هو إيش؟ يساوي يعني شو في السؤال هون إيه أنت طالب مني بالسؤال فتح الواحد يعني بدك المشتقة لمين للإقتران F بعدين تعاوض الواحد بدي مشتقة الإقتران F لما روحت على الإشي اللي أنت معطيني إياه هون يعني هاي بدي أكتبلكوا إياه هون F في الـ X في جيل X يساوي واحد فإنت قلت لي أنه إذا أنا بدي مشتقة إذا كنت بدي مشتقة الإقتران اللي هو F بدي مشتقة الإقتران F من الأفضل أن يكون هو موضع قانون يعني أنا بدي مشتقة الإقتران F إذا من الأفضل أن يكون شماله موضع قانون لكن أنا اللي شايفه أنه F مش موضع قانون حلو طب من الأفضل أن يكون موضع قانون أنا بخلي لك يا موضع قانون نجعله موضع قانون كيف بدأ خلي F موضع قانون؟ بقول لك بقسم على G G of X G of X فصار F في الـ X يساوي واحد على جي اوف اكس كمان هيصار موضوع قانون طب شو عمال بيقول لك اشتقوا او وضي الله الفتح الاكس تساوي ثابت على اقتران سالب الثابت في مشتقة الاقتران جي فتح الاكس على الاقتران تربيع جي الاكس تربيع طب انا مطلوب مني اف فتح المين الواحد سالب في جي فتح الواحد انت معطين اياها خمسة على جيل واحد انت معطين اياها واحد تربيع واحد ويساوي سالب خمسة حتى لما عملته موضوع قانون المعلومات اللي كانت معطين اياها السؤال على قد المعلومات اللي لم يحتاجها بتصير فما ننسى هاي اذا دائما لما يكون اطالب مشتقة الاقتران مش انا السؤال طبعا مشتقة الاقتران اثبات او ايجاد الافضل ان يكون هذا الاقتران شماله موضع قانون ما الافضل ان يكون هذا الاقتران موضع قانون تمام؟ إن شاء الله تعال نشوف السؤال البعدي المتوقع اللي بعديه هاد متوقع عذكرة متوقعة بتفرق على المتوقع يعني يكونش ببالكو يعني أنا متوقع غير متوقع متوقع يعني نص نص متوقع يعني ممكن نحتمال كبير إنه يجي متوقع غير متوقع بتفرق هاي بتكون الآن بالسؤال هاد بقول لي إذا كان F و G 3 قابلين للاشتقاق عندها X يساوي A وكانت B of X تساوي F X على جيل X جيل X لا يساوي 0 وكان B فتح ل A يساوي 0 أثبت أن B A تساوي طرح شو هون؟ B X هاد أو B A الإختار عن B هاد طلب مشتقة ولا بدون مشتقة؟ ولا بدون مشتقة يا أخوان بدون حلو الآن المراحضة قبل شوي قالت إذا كان المطلوب المشتقة للاقتران من الأفضل أن يكون موضع قانون طب المرة هان شو مطلوب؟ والله الاقتران بس بدون مشتقة نفس المراحضة من عيدة بس طلع صيغة هاي إذا كان المطلوب إثبات أو إيجاد صيغة الاقتران الأصلي بدون مشتقة صيغة الاقتران الأصلي بس بدون مشتقة بدون منحط الفتحة من الأفضل أن يكون هذا الاقتران ليس موضع قانون ليس موضع قانون يعني هون انا بهمني الاقتران بي ما يكونش موضع قانون لما جيت عالاخ بي شو لقيتو موضع قانون طب كي بدأ عمله مش موضع قانون بقول له على واحد وبعمل ضرب تخابطي طب تصير بي اوف اكس مضروبة في جي اوف اكس يساوي اف ال اكس بطل موضع قانون لا نشتق بقول لك الله توكل على الله واشتق نشتق الطرفين هون عندي حاصل ضرب الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول يساوي مشتقة الطرف الاخر اللي هو اف فتحة مين الاكس كل موضوعنا عن مين احنا عند اكس تساوي اين نعوض ايه بي الايه في جي فتحة الايه زائد جي الايه بي في بي فتحة الايه يساوي اف فتحة الايه عنا معلومات في السؤال اه والله فينا المعلومة هاي بيقول لي بي فتحة الايه كم بتساوي تساوي صفر طب شو يعني بي فتحة الايه تساوي صفر نشوفه وين هاي 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 بي فتحة الايه طب هاي صفر صفر ضرب اي شي بتقول لي الصفر يعني ايش ضال معاي بتقول لي ضال معاك بي الايه في جي فتحة الايه زائد صفر يعني يساوي اف فتحة الايه طب انت شو اللي بدك اياه انا بدي منك تثبت لي انه بي الايه بجي تقول لي انشان تخلي بي الايه لحالها راح تقسم على جي فتحة الايه وعلى جي فتحة الايه طب راح تحي معهاي صارت بي الايه تساوي اف فتحة على جي فتحة وهو المطلوب ما تنسوا الملاحظتين هادون هادون ملاحظتين مهمات بسهلوا عليكم الحل كتير كتير انا بطلب منكم انتوا الان اتجربوا بدون ما تنشوا عملاحظتين خلوهم مش موضع قرون زي مكان واشتقوا اوضوا شوفوا ايش راح يصير معكم راح شوفوا انه في غلبة وبنحل بنحل بس راح يكون في غلبة يعني راح اصلا راح يطلع معاي بي الايه اصلا مش موجودة بحل كتب بدي اصمحها بصيها فجربوا لكن هاي الملاحظة بتساعدنا وبتريحنا كثير كثير بتكون طبعا هاد اكيد حلو ايو ماشي بتحايد بس احنا راح نحلو جنب واشن نشوف يعني اكيد هون مشان هيك نضطر شو نقولو المسحيات بي Earl المساحة النضيفية هين نضيفية او هو مش نضيفية بالله عليكم النضيفية او مش نضفية مساحة نضيفية لا لا ولا ناضيفية عي料 تقول تقول بتروش الآن الآن نيو نيو جديد جديد ابصرمين مش عارف ايش شعینشو في النيو ه Tact إذا علمت أن فالإكس زائد اتش يساوي وكان فتح السفر فواحد أثبت أن فتح الأكس تساوي فالإكس بقثرة المشتقة كان ملاحظة جديدة طب استعد ذولة يعني أخذ مرة من العين بالحصص بقول لك استنى شون مش كل شيء يكونوا عليها بالحصة بالحصة اللي قبل فيه شغلات من خبيها الزاكي بالآخر دائما من طعمية زماني يعني انت الساول ما بتيجي يعني بدي أبلش جبت لك شوكولاتة ببلش أعطيك أم القرش أم القرشين وأخر شيء بعطيكم الزاكي صح؟ فيه زاكي بالآخر دائما بيجي دائما الزاكي بيجي بالآخر فمنظلنا للآخر إحنا الآن هاي الملاحظة بكتو تكتبوها اكتبوا عندكم الآن وجود الصيغة وجود الصيغة فل اكس زائد اتش وجود الصيغة هاي فل اكس زائد اتش في سؤال يطلب المشتقة في سؤال ما له يطلب المشتقة نستخدم القانون العام اكتبوها نستخدم القانون العام اللي هو فتحة الاكس يساوي limit اتش لصفر فل اكس زائد اتش ناقص اف ال اكس على اتش اما اذا اي سؤال في هاي الصيغة وبطلب المشتقة زي هون اكيد راح يستخدم القانون تبع التعريف العاملة المشتقة الآن بتكمل على القانون دا كله تساوي limit اتش لصفر احنا بلاشنا بف فتحة الاكس لازم ننتهي الجواب ايش هو اف ال اكس طب اف ال اكس زائد اتش انت معطيني اياها اياها جوابها يعني راح اشيل اف ال اكس زائد اتش هاي وحط لك مكانها اف ال اكس في اف ال اتش هاي اف ال اكس في اف ال اتش ناقص اف ال اكس الكل على اتش طيب شو ممكن اعملها هون بتقول لي والله فيه هون اف ال اكس وهون اف ال اكس بنقدر نسحبها عامل مشترك limit اتش لصفر اف ال اكس مشترك بظل اف ال اتش ناقص واحد على اتش طب بعدين بقول لا خلاص ولا قبل اوقفت اكبر وقفت اه وقفت شوف هاي بقدر اطلحها هاي هاي بقدر نطلع برا لانه احنا احنا اتش تقتر من صفر احنا بيمني اتش فاللو وزعنا النهائي بتصير اف ال اكس برا نية يعني هاي اف ال اكس برا نية بظل عندي limit اتش لصفر بتاعت ال اتش هات بظلهم اف ال اتش ناقص واحد على اتش بس انتك اسوقات بقول لي اف فتح ال اكس شو تساوي بتدلي نفسه اف ال اكس اي اف ال اكس يعني هاد هاده شوفينو هاد اذا كان جوابه واحد اذا هاده كان جوابه واحد بظل اف ال اكس لانه اف ال اكس طرف واحد بطلع الجواب اف ال اكس ام كيف بده عرف انه هاد جوابه واحد ولا لا بقول لك سلنا ها هاي في رقم واحد هون بلو علاقة بشغلتين هذول ايوه حبه حبه صلوا عن نبي اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد شو هون عندي بتقول لي اف فتح ال صفر طيب لو جيت استخدمت قانون اف فتح ال صفر limit اتش لصفر قانون العام انا كل سؤالي باشتغلها القانون العام limit اتش لصفر اف الصفر لانه الاكس قديش ما هي صفر انتو بتقوله صفر زائد اتش بتقول لي اتش يعني اف ال اتش ناقص اف في الاكس يعني اف في الصفر ناقص اف الصفر اي انا كتبتها على اتش طب انت اف في الصفر بتقول لي قديش جوابه واحد يعني هاي بنا نشيلها ها نمسحها كمنا اول مرة هي مسحناها وارجعناها طينا لكم مكانها قديش واحد وجواب اف فتح الصفر برضو انت حكيلي واحد فانا طلعوا كيف هيك وهيك بتقول لي هاي جوابه واحد اذا اف في الاكس ضرب واحد وهي يساوي اف في الاكس وهو المطلوب هيأثبتنا انه المشتقة لا اف فتح الاكس بتساوي اف في الاكس نرجع نكرر الملاحب تقول لك اذا كان المطلوب السؤال المشتقة وفي اف في الاكس زائد اتش الصفر هاي بتستخدم القانون او التعريف العام للمشتقة قانون التعريف العام لمين للمشتقة تبعتنا طيب تيراش 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 بتاع اف بقول لي يعطى طول مستطيل بالمقدار هذا طول ويعطى عرضه هذا عرضه بالمقدار حيث تتي الزمن بالثوائل ولا بعد بالسنتيمترات اجد معدل التغير شو يعني معدل التغير المشتقة الاولى مساحة المستطيل بالنسبة الى الزمن بدي معدل تغير مساحة المستطيل دي ايه لو رمزنا لها ايه على دي تي شو بتساوي طبعا انا لبعرف انه قانون مساحة المستطيل ايه ساوي الطول بالعرض وانت معطيني طوله ستة تي زائد خمسة مضروبة في عرضه اللي هو جذر تي يعني ايه تساوي ايه هون ستة تي زائد خمسة في جذر التي هاي قانون مساحة المستطيل لما بكتيج تقولي دي ايه على دي تي يعني بدك مشتقة لهذا الاشي اللي هي معدل تغير مشتقة وهي مشتقة حاصة ضرب اقترانيا اللي قاعد تقولي الاول في مشتقة الثاني مشتقة مداخل الجذر على اثنين في الجذر زائد الثاني اللي هو جذر التي في مشتقة الاول اللي هي ستة وهذا ما نقول عنه معدل التغير لمين لمساحة المستطيل بالنسبة الى الزمن بالنسبة الى الزمن اللي هو ايش عنا تي الزمن كان لا 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 شو هاض شو هاي دي السؤال طال لعنى سؤالين هضا واحد ابو ثلاثة واحد ماطيني بكتيريز انا حصل جراح تكون مشتقة لعليا اكيد واحد ماطيني بكتيريز بس هاض مش بكتيريز هضا شو ماطين هضا ماطينيز كروة ارضية يا باي بخوف يا باي بخوف سبنا في صدق ولا شو بخوف ما بخوف سيبونا من الهبل شو يعني جريدي كنت تعال نشوف شو هو السؤال بقول لي عندما ترصد الاقمار الصناعية جعلها مرصدة هو نفاضية هترصد ولا ما ترصد زمانا في الداقرة ما تتونجح وجيف العلامة الكاملة وخلاص من يترصد ولا ما ترصد الأرض فإنه يمكنها مسح جزء فقط من سطح الأرض وبعض الأقمار الصناعية تحوي مستشعرات لقياس الزاوية تبرغان يعني المبينة في الشكل المجاور على ذكرها كله حكي فلطها لحد لان أنا عن جد أنا مش مستبيد ولا إيش لحد شو بيبيحكو أقمار صناعية ومستشعرات ومش عارف مين واظاكرات من فوقها تنزل بهمنيش لحد لان إذا كان H يمثل المسافة بين القمر الصناعي وسطح الأرض H هايها يعني المسافة من سطحه لهاظ للأرض هذول بمثل بعض إذا كان H يمثل المسافة بين القمر الصناعي وسطح الأرض أعرفت أنه هاي H بس بالكيلومتر وR يمثل نصف قطر الأرض R هي نصف قطر الأرض بالكيلومتر فأجب عن السؤال إنتباعا يعني هذا الحاكس كله فراطة بهمنيش بهمني برس فقط هطر شبهني الرسم هيك وبهمني المطلوب أثبت أن H تساوي R بيكو سي كان ثتا ناقص واحد ماشي كيف دفل أنا شايف مثل القوام الزاوية هاي شقوام الزاوية هذو اسمه الوتر هاذ اسمه هيك واتر والوتر هو عبارة أنا شايفه عن H زائد R يعني من هون لهون H من هون لهون R يعني H زائد R وهي R أنا شايفها طيب الآن أنا لو أجيت على الثتا هاي انسان يعني لو متخل H موضوع قانون أوكي لو أجيت على الثتا هاي في المثلة القائمة الزاوية هذا الظلع بالنسبة لثتا شو بسميه يسمى مقابل طب هذا الظلع يسمى مجاوري اللي قال مجاور بقتلك بقتلك هسه شو مجاورこれ هذا مقابل للزاوي مين تسعين درجة يعني إيش هذا وتر هنا مجاور هنا مجاور هذا مقابل للزاوي تسعين درجة يعني إيش وتر أيوة جلس وعطي صح أعطيني وتر جلس وعطيني وتر مقابل وتر طب شو يعني مقابل وتر الله ها إحنا خدناه بتأسيس لما نقول مقابل وتر يعني لأنه أنا بعرف أنه الصاين يحطيني المقابل على الوتر منتاز الصين شو يعطيني؟ مقابل على الوتر طبعا بقول لي استه سار شو مبينهم كوسيكند هون؟ بقول لي طبعا كوسيكند مقلوب الصين يعني إذا كان الصين المقابل على الوتر فالكوسيكند الوتر على المقابل آه والله صحوه أصب دون كوسيكند يلا نقدح يلا إذن بقول له كوسيكند يساوي الوتر على المقابل يعني H زائد R على المقابل هو قديش عنا R تمام طب احنا بدنا H موضع قانون فمن يجي منقول هيك ومنعمل ضرب تخابطي فصار عنا H زائد R يساوي R في كوسيكن ثيتا خلينا H لحالها انقل R هناك فH تساوي R كوسيكن ثيتا ناقص R نفسها بس خذ لي R عامل مشترك فبصير R مشترك بضل كوسيكن ثيتا ناقص واحد وهو المطلوب بس الله يطلع السعي كله زاوي وقتل له شبتدكوسين قاد مقابل ووتر وانتهى الموضوع لانه مثالات قائمة زاوي سيبك من الرسمة بتخوفني بتخوفني شي زاما احنا جاينا خاتم الرسمية قال من الرسمة الكرة الارضية والناس تتبلي بتقول لك الكرة الارضية بتدور للمبسط مش عارف ايه ما عليناها في الجزء الصيف هون اجد معدل تغير H بالنسبة لثيتا ثم هاي العلاقة ما تمعطيني اياها H بالنسبة لثيتا هاي العلاقة الجادة عندما ثيتا تساوي باع على ستة افترض ان R تساوي يعني هو فعليا كأنه السؤال هيك صار H تساوي R رقم اللي هو ستة ثلاثة سبعة واحد مضروف فيه كوسيكن ثيتا ناقص واحد والمطلوب منك اشتاق وبعد ما اشتاق عوض بدل ثيتا باع على ستة اللي هي الثلاثين طيب نشتاق يلا H فتحة رقم ملناش فيه مشتاقط الكوسيكن دم العروس سالب كوسيكن ثيتا في كتان ثيتا والواحد صفر الان عوض اللي هي الباع على ستة اللي هي الثلاثين H فتحة للباع على ستة يساوي ستة ثلاثة سبعة واحد وهي شرط الساني خلوه هون فيه ها انت ديش همتللي قوسيني يا زي ما رأي انك مغلبني ها خلاص خلوه لا هذك احلى القوس صح نعمل القوس الاحلى كوسيكن ثيتا قديش كوسيكن مقلوب الصين صيني الثلاثين نص اقلبو قصير اثنين كوتان الثيتا الكوتان مقلوب مين الثان طب تاني الثلاثين ثاني الثلاثين فالله انه واحد على جذر الثلاثة يقلبوها جذر الثلاثة نضرب بصير عنا لو ضربنا هون هذو الصير اللي هي اثنين اربعة عشر ستة واحد سبعة اطناعش مسالم وفي جذر الثلاثة جذر الثلاثة يعني السؤال العادي كان تثبات الهاي بعدين اشتقاق اللي هو الاشي اللي عنا نروح لعمه البكتيريا وما رح البكتيريا هاي يقول لك يمثل هاذا الاقتران اللي هو A of T يساوي N في E قوة واحد بالعشرة T عدد الخلايا البكتيريا بعد T ساعة في مجتمع بكتيري طبعا نحن نمجرى بالاسئلة هاي التينية تكون قلبي وقع يا حرم قلبي قلبي انه يعني حاس حانو مش راح نقدر رحل السؤال اذا متكمل السؤال ممكن تطلع السؤال اهبل سؤال هذا بقول عنده البكتيريا بعد T ساعة في مجتمع بكتيري اجد معدل نمو المجتمع بعد ثلاث ساعات بدلالة الثابت N ايه اذا متطلع اهبل بده بس مشتقة معدل تغير بعد الثلاثة يعني اشتقوا عود ثلاثة يعني ايه فتحة T تساوي N هاي N عدد ما هو مشتقة هذا انا بعرف مشتقة الأس لواحد بالعشرة في نفسه عود الثلاثة ايه فتحة الثلاثة N في واحد بالعشرة في قوة ثلاث ضرب واحد بالعشرة ثلاثة بالعشرة خلص يخلف عليكم وكفر الله خيركم بدلالة الثابت N هيها شايفينه سهل ما يوقعش قلبنا اه اثنين بقول لي اذا كان معدل نمو المجتمع بعد K ساعة يعني معدل النمو ايه فتحة K بعد K ساعة يساوي اثنين بالعشرة خلية لكل ساعة مما قيمة الثابت K بدلالة N بدلالة N برجحوا بقولوا عود N واحد بالعشرة ايه قوة واحد بالعشرة K يساوي اثنين بالعشرة انا بدي قيمة K شايفينه قيمة ايه كيب بخلص منها ادول اول اشي N واحد بالعشرة على N واحد بالعشرة بتروح حاي مع حاي ايه قوة واحد بالعشرة K يساوي صفر مع صفر بروح بضل اثنين على N طب كيب بدي طلع انا K وفي عندي ايه بدلالي يخذ لن للطرفين اذا هون انا الان بدلو تساوي لن اثنين على N اللن بالغل ايه يظل عندي واحد بالعشرة K يساوي لن اثنين على N ويمكن اعمالها لن اثنين نقص لن للن على واحد بالعشرة على واحد بالعشرة والله اذا كان السؤال ضع دائر ولقناها بالشكل هاضه هيها بالشكل هاضه ما القناها اش راح لقيها لن اثنين نقص لن للن على واحد بالعشرة لأن القسم جوه اللين شو بصير عنا طارح بصير طارح طبعا للإفادة بس إنه سؤال يعني مش بواحد يخاف من سؤال بيقرأ وزي هذا إنه والله أوه هذا السؤال بصنع شو بيحل له هذا السؤال يعني انتو شوفوا ممكن ببداية إنه أنا خاف من السؤال عن جد لكن بالنهاية المطاف بلاقي إنه السؤال أفل بلاقي إنه السؤال عبارة عن سؤال هبيدي بيكون وليختم حصتنا اليوم بآخر سؤال بيقولنا جد المشتقة لهذا الاقتران وإذا انتبهنا هذا حاصل ضرب ثانية اقترانات بس من زي سؤال اللي بلشنا فيه حصتنا يعني بدينا ونهينا في نفس الفكرة لكن هون ما بقدر أضربهم يعني هناك واحد يقول لي بقدر أضربهم هون بقدرش أضربهم فأنا مضطر مثلا إن لو أجيد أخذت هذول الاقترانين مع بعض سميتهم الأول وهذا الاقتران اسمه الثاني فالمشتقة تساوي الأول هاي الأول فمشتقة الثاني سالب صين زائد الثاني فمشتقة الأول هي عبارة عن حاصل ضرب الأول يقوى X فمشتقة الثانية قوة عن خربك فيها هاي باعتبار صين X كأنها تربية يعني قوس ما رفع على قوة يعني بتنزل لي اثنين في نفسه في مشتقته اثنين في صين في مشتقة الصين كو صين الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول لي صين تربية الـ X في مشتقة اي قوة X اللي هي اي قوة X الأول نزلنا مشتقة الثاني سالب صين بعدين الثاني كو صين في مشتقة الأول لي حاصل ضرب لو رتبنا الأمور سالب اي قوة X صين في صين صين تكعيب صين تكعيب الـ X هون لو ضربنا الأمور هاي بصير عندي زائد اثنين اي قوة X كو صين في كو صين كو صين تربيع الـ X وفي صين وزائد هون كو صين في صين تربيع اللي هي اي قوة X في كو صين X في صين تربيع الـ X اللي هي عملية ترتيب بس مش أكتر كهنا طائل لي مشتقة حاصل ضرب اقترانه تمام تمام بالحصة الجاي ان شاء الله راح نبلش فيه اسم المشتقات العلية زي ما شكتوبها بشوي او موجود انكم بدوسية ان شاء الله راح نبلش فيه يا رب ان اموركم تكونوا تمام تمام ربنا يرضى عنكم ويرضيكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع